اشتركوا في القناة انا بقالي فترة بقرأ في رواية وبنزل كوتس كتير قوي عنها وفي ناس كتير قوي سألتني عنها هي اسمها ايه يعني الرواية دي المين الرواية او رواية دي بتحكي عن ايه فعشان كده سجلت الستوري دي الرواية دي للكاتب الاردني الكبير قوي اللي انا بحبه هي رواية أرض الله للدكتور ايمن لعتوم رواية دي صراحة انا بعتبرها برغم ان انا بحب دكتور ايمن و جميع عماله إلا أني بعتبرها رواية استثنائية ورواية إنسانية من الدرجة الأولى طب ليه أنا بعتبرها استثنائية وإنسانية من الدرجة الأولى لأنها بتحكي عن شخصية حقيقية وغالباً دكتور أيمن بيعمل كده كتير جداً في أعماله زي رواية اسمه وأحمد وكلمة الله ويا صاحبي السجن كتير قوي جداً في أعماله لكن رواية دي إنسانية استثنائية أي حد بيتعلم الكتابة أو عايز يعرف عن مشاعر الفقد والأمان والحزن والألم وشعور إن أنت تفقد إنسان إلى مدى الحياة حتى ما يكونش من حقك إن أنت تدفن الجزء بتاعته ده ما يكون حق مش من حقك إن أنت تعمله أو يكون إن أنت عايز تتغوط أو تتبول ده برضو حق مش من حقك أو يكون إن أنت تحس ما بينك وما بين نفسك إنك إنسان ده برضو حق أمش من حق الرواية دي فيها كمية مشاعر متنقضة لا يستهنى بها حقيقي كمية ألام أنا شعرت بيها وأنا بقراها وحقيقي أنا بكيت في بعض المواضع اللي في الرواية الرواية بتتكلم عن شخصية عمر ابن السيد دولة الأئمة اللي هي الدولة الإسلامية اللي كانت بتعد المجاهدين ولكن المجاهدين مش اللي بيجاهدوا بالسلاح ولكن المجاهد هو مجاهد العلم وإزاي تحولت دولة الأئمة اللي هي فوتوتور إلى دولة تكتبون مش موجودة وتم محوها وذلك عن طريق طبعا الاستعمار الفرنسي وإن هما دخلوا واختصبوا النساء وقتلوا الشيوخ وكبار السن لأنهم مش في حاجة لهم فازاي تحولت الدولة دي من دولة كبيرة بتعد علماء وشيوخ ومتعلمين إلى دولة أهلها اتحضوا من أرضهم لأراضي زي أسبانيا وأمريكا ودول أخرى عشان يتم استعبدهم ورميهم في ظرائب عشان تكون ظرائب زي البهائم ولكن هي من ظرائب بهائم هي ظرائب عديد ظرائب اللي هي معناها المكان اللي بيكون فيها الدواب أو البهائم إزاي إن الرواية دي تناولت التحولات اللي بتمر بيها النفس البشرية وإزاي تحول عمر بن السيد من عبد عالم إسلامي حر سيد بن سيد إلى عبد رغم علمه ورغم إدراكه بالقرآن الكريم وإزاي تحول برضو رغم إن هو استعبد وهو عنده سبعة وتلاتين سنة من عاقل مسلم إلى مسيحي فرواية بتتناول كل المشاعر الإنسانية دي أصنع عمر بن سعيد مولود في فوتا طور بين النهرين جاء إلى بلدنا جيش قتل الكثير من الناس أخذ لي وصار بي نحو البحر الكبير شخصية عمر بن السيد هي شخصية مش من واحدة خيال دكتور أيمان لعتم هي شخصية حقيقية هي اللي كتبت قصتها بخط إيديها المخطوطات والقعوب دي كتبت بيد عمر بن السيد عن دولة الأئمة وفوتوتور وإزاي تم دخول الفرنسيين لأراضيهم وتم استعبدهم وقتل نساءهم واختصابهم وأطفالهم وكبار السن كتب كل ده بس كتبه في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1863 أو في أوائل 1863 كتبها كأنه بيكلم حده قدامه الحد ده هو ابنه بينقل لي مشاعر اللي حس بيها بينقل لي كل التحولات اللي طرقت عليه من تركه للإسلام وعتناقه المسيحية وإن كنت أظن أنه هو لحد نهاية أو آخر يوم في حياته كان معتنق للإسلام لأن الأسلوب اللي مكتوب به المخطوطة فيه تأثر كبير أو فيه استشهاد كتير بقيات كرآنية ما ظنش ده ترك للإسلام نهائياً فالرواية عموماً حسيت فيها كمية مشاعر إنسانية هائلة حتى إني بكيت وحزنت جداً في بعض المواضع مثلاً فيه حتة هنا بيقوله قدئين أنه هو تعذب وقدئين أنه هو مرت عليه لحظات يأس ولحظات حسسته أنه هو مش إنسان ولكن كان بيكتب على الجدران بالأضافر بيحفر قصة حياته بضفره على الحيطة أو بيكتب عمر بن السيد عشان يحس أنه هو لسه إنسان ولسه عمر بن السيد مش العبد اللي في الدول في دولة اسمي عمر ابن سعيد مولود في فوتا طور بين النهرين جاء إلى بلدنا جيش قتل الكثير من الناس أخذ لي وصار بي نحو البحر الكبير وطبعا هو هنا بيكلمه كأنه ابنه يعني بيكلم ابنه كأنه قدامه وبيقوله إن إحنا ما كناش بالله أوراق أو مش بالله أي شيء أو حتى ألم أبسط الحقوق الإنسانية إن الإنسان يدون أو يكتب أو يقرأ ده مش من حقه فبيقوله بيقوله الإحساس اللي هو كان بيحس به وبيكلمه عن الزكريات كأنه قاعد قدامه وبعد كده بيخش في قصة شعبه اللي هو دولة الأي فبيقوله لم يكن بداية في البداية هنا أي شيء يمكنني أن أخذت عليه ولو بضع كلمات ماذا أفعل بهذه السنوات القاسيات التي مرت عليه إنني أريد أن أتعافى من ندوبها العميطة فكرت في الكتابة إليك وهذا ما فعلته أعرف أن بعض تلك الجراحة سوف تبرأ أو تتوقف الزكرة عن التحرش بها لو أنني كتبت بها إليك لكن أين أكتب وكيف لم يكن مسموحا لي ولا لغيري أن يحلم بأن يحمل قلما طوال سنين صحيقة عوضا على أن يحصل على ورقة لكن لا بأس لدي لدي دائما وسيلة للتغلب على ذلك لقد حفرت بأظافر على الجدران تفاصيل حياتي هنا وأحداثا كان لا يمكن تصديقها لو لا إنني عشتها بنفسي كلما هممت بحفر سطر جديد على الجدران وجبتني دون تخطيط أحفر كلمة وحب هنا بقى بيجي التكلم عن الزكريات اللي مرت في حياته وقد إيه هي تعبته نفسيا وقد إيه قصرت فيه سواء الزكرة اللي هي قتلى والده على يد بندقية مستعمر فرنسي أو إن التمساح اللي كان لأخته وهو كان مش قادر يعمل لأخته أي حاجة فبيقوله إيه؟ إن الزكريات التي هربت منها في الماضي هي التي تطاردني الآن أسوأ في الزكريات المرة إنها قد تخفو ولكنها لا تموت قد تنساها ولكنها لا تنساها ولكنها لا تنساك رواية أرض الله دي دكتور أيمان العتوم عن حكاية عمر ابن السيد 57 عام من العبودية هي مش رواية عادية هي رواية استثنائية أي حد عايز يتعلم الكتابة أو يحصل مجموعة من المشاعر والمتضادات والأحساس المختلفة عن الفقد والحزن والحب والفراء أرض الله رواحل وأويد اسمي عمر ابن سعيد مولود في فوتى طور بين النهرين جاء إلى بلدنا جيش قتل الكثير من الناس أخذ لي وصار بي نحو البحر الكبير اشتركوا في القناة